الآن يوم بدنا أن نكمل إن شاء الله عن اللي هي في منطقة الثوراكس زي ما حكينا آخر شيء حكينا أنه الثوراكس هو عبارة طبعا عن الريجين اللي بيكون موجود بين النك أند الأبدومن وحكينا أنه اللي هي في منطقة الثوراكس في عنا اللي هي الثوراسيك كيج أو منسميهم الفريمويرك أو the wall of the thorax اللي هما منسميه الثوراسيك وال ففي عندي أنا هون في هذا المنطقة في عندي الثوراسيك وال هلأ بدي أعرف إنه من إيش بتشكل الثوراسيك وال وهلأ هذا الثوراسيك وال اللي بتشكل من البونز اللي بتشكله لو يعملوا هذا البونز articulation with each others ما اللي هي مع الفيرتبرة بشكلوا عنها اللي هو القفص الصدري هذا القفص الصدري اللي بنسميه اللي هو الثوراسيك كيج هلأ من إيش بتشكل الثوراسيك كيج طبعا لو طلعنا على هذه الصورة منلاحظ إنه الانتيريوري أو الباوندرز أو من إيش بتشكل تشكل من الستيرنام والكوستال كارتلج أنتيريوري لترالي تتكوّم مين الربس والإنتر كوستال سبيسيز بستيريوري تتكوّم مين اللي هم الفيرتبرة كلهم بالأخص هون بكون عندنا الثوراسيك فيرتبرة هلأ سوبريوري لو نشوف الثوراسيك كيج بتكون نرو وبتعمل communication مع النك وهذا الأوبنينج تبعها اللي فوق بنسميها الثوراسيك انلت أو السوبريور الثوراسيك أبرتشر هلأ لو طلعنا من الأسفل الثوراسيك كيج بتكون عريضة وسيبريتد فرم الأبدومن باي عضلة الحجاب الحاجز اللي هدية فرام فصار عندي هذي الثوراسيك كيج بتتشكل من بونز واللي بتوين البونز هون في عنا المصل وحكينا إنه في داكل الثوراسيك كيج في عنا فرام سبيس لأنه أصلا هي من حسب الطيب أوف بون سواء كانت اللي هم الستيرنام وسواء كانت الربس هدول حسب الطيب أوف بون هدول هم فلات بون معناته من أهم الفنكشن تبع الفلات بون زي كانت اللي هم الفرونتال بون والبريثة اللي هم اللي كلين البونز هدول كل هما اللي هم فلات بونز معناته بروتيكشن عشان تحمي اللي هم الموجودة في داخل الثوراسيك كيج في عنا فراغ أو سبيس هذه السبيس منسميها الثوراسيك كيفيتي وهذه الثوراسيك كيفيتي فيها طبعا نقدر نقسمها إلى ثري سبيسيز نقسمها في المنتصف منسميها الميديا ستاينم وعلى الرايت سايد وعلى الليفت سايد منسميهم البلورال كيفيتيز فصار عندي الثوراسيك كيج أو الثوراسيك كيفيتي الاسبيس اللي في داخل الثوراسيك كيج نقدر نقسمها إلى الثري سبيسيز بالمنتصف منسميها الميديا ستاينم وعلى الرايت وعلى الليفت سايد منسميهم اللي هم البولمونري كيفيتيز منسميهم البولمونري إذن cavities right pulmonary cavity و left pulmonary cavities هلأ لو طلعنا على الثوريسيك وال لو أجل أحكي لك والله إنه بالنسبة للثوريسيك وال شو الطبقات أو الليرز اللي بشوفها في منطقة الثوريس بعد جي بدي أدخل نيدل مثلاً في هذا الريجن بدي أعرف شو هم الليرز اللي بتمر منها هذا النييدل طبعاً إحنا هون بنشوف أول شي طبعاً حسب اللي هي البوزيشن للنييدل بكون عندنا حسب اللي هي الاسكن طبعاً هيكون موجود في كل الريجن منطقة الثوريس طبعاً في عنا السوبرفيشة الفاشية وفي عنا كمان اللي هم إذن الديب فيشية فلو شفنا هون نلاحظ إنه طبعاً في عنا المسل أوبذى ثوريس بعد ما نشيل طبعاً لو شلنا السكن والسوبرفيشة الفاشية والديب فيشية بنلاحظ موجود عندنا اللي هم المسل أوبذى ثوريس فعندك في منطقة المسل أوبذى ثوريس هون في عنا السابيك ليبياس مسل في عنا بكتوراليس ميجر لو شلنا البكتوراليس ميجر بنشوف في عنا اللي تحتها بتكون بكتوراليس ماينر في عنا السيرتس أنتيريور في عنا كمان الانتر كوستال مصل هدول بيكونوا موجودين لو اطلعنا هذه الصورة هون بنشوف في عنا هادي ريبس هادي ريبس إذن هون في عنا الانتر كوستال مصل طبعا هدول بيكونوا اكستيرنال انتر كوستال مصل بالتربيب من الانتر كوستال مصل اكستيرنال انتر كوستال مصل انتر كوستال مصل وفي عندنا كمان آخر واحدة اللي هي عبارة عن الانتر كوستال مصل طبعا لو وصلنا طبعا لعند الانتر كوستال مصل الجوة الانتر كوستال مصل منلاحظ في عندنا هون في عندنا فاشيا منسميها الاندوثوريسيك فاشيا وهذا الاندوثوريسيك فاشيا بتكون بعدها اللي هي البريطان بلورا وفي عندنا كمان بلورا الكافيتي وفي عندنا الفيسرال بلورا اللي بتكون بتغطي سطح اللنغ فأنا لما أجي أدخل نيدل هيك معناتنا بمر بالسكن بالسوبرفيشل فاشية بمر بالكسبيين بالانتركوستال بالانترنال بالانتركوستال وكمان أنه بمر بالنضيسك فاشية والبريتابورا فهدي أنا بهمني أعرق النشوط الطبقات فلما أجي أشوف والله هون في عندي بystoralis ميجر فلما أجي هون تحت هون تحت ما في عندي بystoralis ميجر إذا هون تحت ما في عندي صبيك ليفيtermin فهو هون لما أكون كاتب بystoralis ميجر بystoralis minus hadis حسب البوز Deixa أو أي بكان هذا المصل بتكون موجود فيه اللي بتغطي المسافة بين الأرجن والإنسيرشن هذي بالنسبة للاير موجود في منطقات الثرس فول. هلأ زي ما حكينا هون إنه الثرسك كيج هذي الثرسك كيج أو الثرسك اللي هي القفص الصدري اللي هي الهيكل بتكون من عدة بارت، من عدة أفزاء طبعاً بتكون من الستيرنم زي ما حكينا أو البونز بتكون من الكوستال كاركليج هذول الأنتيريور اللي هي يعني هذول الباوندرز للثرسك كيج لترالي الريبس والإنتركوستال سبيسيز بوستيريورلي الفيرتبرال كولومز وبالأخص في منطقة الثوراكس اللي هم الفيرتبرال كولوم اللي هم الثرسك كفيرتبرال اللي عددهم اتناش إحنا بنعرف إنه الفيرتبرال كولومز بتكون من 33 سبعة سيرفايكل ناش ثورسك خمسة لنبر وفي عنا كمان اللي هي الساكرال واللي هي الخمسة الساكرال واللي هي فيوز وأربعة الكوكسيجل برضو بكونوا فيوز فلما أجي أنا بدي أشوف إنه من إيش بتتشكل الثورسك كيج أو شو هم الباوندرز تبعين الثورسك كيج باجي بحكي انتيريور لي لستيردم اندر كوستال كاربج لترالي الريبس والانتر كوستال سبيسيز بوستيريور لي الثورسك فيرتبرا سوبيور لي لها أوبنينج بنسميها الثورسك إنلت أو سوبيور ثورسك أبرتشو هلأ هون كمان شمي حنوقد بعد ما نوقد الديسكريبشن أو الجنرال فيتشرز لكل واحد من هدول البون مع الارتكوليشن فبدي أعرف لما نأخذهم بدي أعرف طبعا اللي هي الفيتشر بدي أعرف هذي شو هو اللي بيشكل عندي باوندرز للثورسك إنلت كمان أجي أحكي لك شو هم الباوندرز للثورسك أوتلت فبتيجي بتحكي لي والله الثورسك أوتلت إلها باوندرز لترالي إلها أنتيريور باوندرز إلها بستيريور باوندرز أنا كمان شوي لما نوصل لثورسك إنلت والأوتلت هنعرف شو هم الباوندرز هلأ مبدئيا بدي أعرف أنا إنه الثورسك كيج تتكون من اللي هي السيرنام والكوستر كارتج بالأنتيريور باللترال الربس والإنتر كوستل بالبستيريور الثورسك فيرتبرا فأنا هون بدي أخذ هلأ الجنرال فيتشر لكل هذول البونز اللي شفناهم هون سواء كانت السيرنام سواء كانت الربس سواء كانت الثورسك فيرتبرا وبعدين بدي أخذ الباوندرز تبعين الثورسك إنلت وبدي أخذ الباوندرز تبعين الثورسك أوتلت وبعدين طبعا هذا هون أنا بدي أخذ يعني كأنني بدي أدخل في مكونات الثوركس أو الستركتور أو الثوركس أو الثورسك والب من الآوتسايد للإنصايد فأنا بدي أعرف كل إشي من الاسكن حتى أوصل لعندي البون هذول والإنتر كوستل قبل ما أدخل الجوات اللي هي اللي هي اللي موجودة فيها اللي هم زي ما سميناها الثورسكيبتي فأنا لما الأوصل حسب اللير عرفنا هون سكن سوبرفيش الفاشية بيب فاشية حنأخذ هذول المصل حنأخذ الانتر كوستل ستسيس هذول مع المصل تبعينهم اللي بكونوا بالترتيب ثلاثة مصل بتكون بين الريبس اكستيرنال انتيرنال والإنرموس وبعدين طبعا بدي أتقول أوصل لعندي اللي هي أدرس اللانجوا اللي هي طبعا والستركشور الموجودة في داخل اللي هي الثورسكيبتي هلأ نيجي نأخذ أول بون نأخذ أول بون اللي هي الستيرنال نأخذ أول بون اللي هي طبعا الستيرنال هلأ نيجي نأخذ هون إن شاء الله أول واحد اللي هي طبعا الستيرنال الستيرنال هي من ناحية هون هلأ أنا هون هيسهل علي معرفة اللي هم الجوينت ومعرفة اللي هم type of bone فلما ناجح حكي لك والله إلي أخذنا الستيرنم من ناحية type of bone هي flat bone معناته من أهم الفنكشن تبعها protection هذه الستيرنم الستيرنم تتكون من ثلاثة بار تتكون من manoebrium تتكون من body of the sternum وتتكون من zyphoid process فأول بارت هذا اللي فوق اللي منسميه المانيوبرام هذا المانيوبرام بعمل articulation أول articulation بعمل articulation with the body of the sternum إذا معناته في عنا articulation بنسميه هذا الجوينت manoebri sternal joint والmanoebri sternal joint من ناحية type of joint هذا المانيوبرو sternal joint هو secondary cartelogenous joint يعني معناته هو synthesis type معناته بيسمح بحركة بسيطة هذا اللي هو أول جوينت إذا معناته في عنا الأول جزء من الستيرنم يسميه المانيوبرام المانيوبرام بعمل articulation مع البدي عن طريق جوينت بنسميه منيوبرو sternal joint وهذا المانيوبرو sternal joint اللي هو secondary cartelogenous joint إذا هو synthesis type كمان إنه المانيوبرام بعمل articulation مع اللي هم الفيرست كوستال كارتلج بعمل articulation مع الفيرست كوستال كارتلج وكمان بعمل articulation مع اللي هم الكلافيكل فعندك بعمل articulation مع الكلافيكل بعمل articulation مع الفيرست كوستال كارتلج هلا شوفوا هون معناته هذا الجوينت اللي هو الفيرست كوستال كارتلج اللي بعمل articulation مع المانيوبرام هذا يعتبر برايمري كارتلجينيس جوينت إذا صار عندي المانيوبرام بتعمل articulation مع البدي عن طريق جوينت نسميه السكندري كارتلجينيس جوينت أو السيمفسي ستاي الجوينت اللي بين المانيوبرام مع الفيرست كوستال كارتلج هذا يعتبر برايمري كارتلجينيس جوينت معناته هذا معناته هذا ما بيتحرك كمان في اللي هي كوستال كارتلج هذا اللي هو طبعا البدي بتعمل مع الأبر بار مع الجزء العلوي من السكند معناته هون السكند كوستال كارتلج بعمل articulation مع اللي هو بعمل articulation مع السكند كوستال كارتلج بيكون جاي كأنه وين بين المانيوبرام وانت بين اللي هي البدي بين المانيوبرام وانت بين البدي هلأ ميجلاء المانيوبرام برضو كمان عليها فوق على السوبرير سيرفيس اللي ها بيكون عليه نوتش منسميها الجوكولار نوتش أو سوبرستيرنال هلأ هذا السوبرستيرنال لو ودينا خط من منتصف من عند السوبرستيرنال بتوصل لعند اللي هي بين تي تو تي تري يعني هاد المسافة اللي بتكون اللي بهايند المانيوبر اللي هي الجوكولار نوتش هاد المسافة اللي هون يعني المانيوبرام هون هاد المانيوبرام معناته إلها سوبرير سيرفيس بيكون عليه جوكولار نوتش المانيوبرام بتعمل articulation مع البدي عن طريق جوينت بنسميه المانيوبرستيرنال جوينت وهذا كمان بتعمل articulation مع الفيرس كوستال إذن كارتش هلأ هاد البدي أوبداستيرنال نيجي سوري المانيوبرام نيجي لجزء التاني اللي بنسميه البدي أوبداستيرنال هلأ زي ما حكينا لو مدينا خط وهمي من عند اللي هي الستيرنال نوتش أو الجوكولار نوتش منوصل لعند اللي هي المسافة بين T2 T3 عند الأبر بردر T3 هلأ لو جينا هاد اللي هي الارتكوليشن الارتكوليشن بين المانيوبرام عند البدي اللي سميناها مانيوبرستيرنال جوين هادي منسميها ستيرنال أنجل أو أنجل أوفلويس من هون منقدر ايش نعمل كونتنج يعني في هاد المنطقة انت بتقدر تحس الريبس يعني انت لما تيجي تعد الريبس احنا منبلج دائما عند السكن لأنه الفيرس كوستر كارت أو الفيرس تبالبيت فعندك هي بتبلش من عند السكن وهون عنا بعمل زي ما حكينا عن وبيعمل عن طريق منسمي الجوينت اللي هي زيفي ستيرنال جوينت طيب لو نشوف شو نوع زيفي ستيرنال جوينت هو برايمري كارتل جينيس جوينت برايمري كاترساين كوندروسيز هاد اللي هو الجوينت طبعا في عنا اللترال بيكون عليهم نوج عشان يعمل العديد مع الكوستر كارتلج من السكن لل طيب من عند 8 وتسعة وعشرة هذا اللي هي طبعا الارتكوليشن برضو أما حداش واثناش طبعا بكونوا امبادد ما بعملوا ارتكوليشن مع هذا اللي هو طبعا صار عندي هذا الستيردم جزء مهيبرم في عنا البدي اللي عمل ارتكوليشن كمان مع آخر جزء نسميه عبارة عن وهذا طبعا اللي become ossified during the adult life هلأ هادي بالنسبة اللي هي طبعا اللي هي أول جزء زي ما حكينا هون طبعا اللي هي الارتكوليشن بتوين المانيبرم من سميها ستيرن الأنجل أو أنجل وهون لو مدانا خط ما هو وهمي بين اللي هي من عند الستيرن الأنجل يعني بين المانيبرم أند البدي بستيريوري باتجاه الفيرتبرة هذا الخط بوصل بتوين تي فور أن تي فايف هون ما صار عنا عند تي تو تي ثري هون تي فور أن تي فايف فإذا معناته تطلعوا هون إذا معناته لو مدانا خط وهمي كمان من عند السفستيرن الجوينت من هذا النقطة خدنا نقطة منتصف السفستيرن الجوينت مداناها بستيريوري بتوصل لعند اللي هي البدي أوف تي ناين البدي أوف تي ناين إحنا قبل شوي حكينا إنه المسافة أو السباس اللي في داخل الثورس الكيت سمناها الثورس الكافيتي اللي هو القفص الصدري واللي هي السباس التجويف اللي داخله فهلأ وقبل شوي قسمنا اللي هي الثورس الكافيتي قسمناها إلى إيش؟ قسمناها إلى ميديا ستاينم فلما أنا أجي أنا بدي أقسم هذا السباس الكامل الميديا ستاينم إلى سبيريور ميديا ستاينم وإنفيريور ميديا ستاينم معناته أنا المسافة اللي بتكون بين الخطين الأول اللي من عند اللي هي الجوكلر نوتش أو سوبرستيرنال نوتش اللي وصل لعند تي ثري وبين المانيبرستيرنال جوينت اللي هو وصل لعند بتوين تي فور تي فائب إذن هذا بتكون سبيريور ميديا ستاينم وهذا بتكون الإنفيريور ميديا ستاينم إذن معناته السيبيريو ميديا ستاينم هو عبارة عن الفراغ أو الاسبيس اللي بيكون behind the manoebrium الخلف المانoebrium الانفيريو ميديا ستاينم عبارة عن الفراغ اللي بيكون behind the body يعني هذا بتشكل يعني كأنه قطوط وهمية هذول الامجينيري لاينز اللي بتحدد لي البوردرز تبعين ميديا ستاينم فلما أجل أتطلع على كانت فيه هون صورة اللي هي الفراغ هادي هون يعني في داخل اللي هي الميديا ستاينم فهون عندي هذا اللي بالمنتصف كل ياته الميديا ستاينم فصار عندي هون الميديا ستاينم اللي بالمنتصف فبقسمه الى سبيريو الميديا ستاينم واللي هي الانفيريو ميديا ستاينم وهلأ هون لما فيه نوصل بعد ما نأخذ اللي هم اللنغ اللي بيكون عندنا البلورر كيفتي اللي فيها رايت لنغ وليفت لنغ بعد ما نخلص هدول التو لنغز معناته حيكون عندنا الميديا ستاينم فالميديا ستاينم في عنا superior media steinam و middle and inferior وفي عنا superior media steinam برض بقسمه كمان إلى 3 فلما نوصل للميديا steinam هنأخذ تقسيمة الميديا steinam إلى في عنا anterior media steinam و middle و posterior فعندك هذا الفراغ للفوق برض قسمه anterior و middle and posterior فهذا هو عبارة عن ال space اللي في المنتصف اللي في المنتصف يعني behind اللي هي المانيبر and body و posterior لأن دائما في القفص الصدري اللي هي هذا القفص الصدري اللي هي التجويف اللي هي ال basic cavity ال space اللي في المنتصف كل هالي ميديا steinam فبقسمها إلى superior و inferior و superior طبعا احنا واضع عنا اللي بكون بها عند المانيبرام اللي هو بنقسمه إلى anterior middle and posterior اللي behind the body اللي يعتبر اللي هو ال inferior ميديا steinam فلما نقف طبعا في محاضرة كاملة هنأخذ كل واحد من هدول الميديا steinam ايش الباوندرز تابعينه وكل واحد من هدول الميديا steinam ايش ال structure الموجودة بداخله طبعا قبل ما نوقض الميديا steinam هنوقض طبعا اللي هم the plural cavities اللي هم the lung the two lung وايش طبعا بتغطي كل اللنغ وأجزاء اللنغ وال structure الموجودة بداخل اللنغ نيجي للي طبعا هادي اللي هي بالنسبة ل اللي هو أول بار أخذناه من اللي هي thoracic cage أول جزء أو أول بون من thoracic cage feature 70 نيجي نطلع على اللي هي ال vertebra طبعا حننعرق انه ال vertebra اللي هي في عنا general feature أو general structure يعني اي vertebra لها two main parts اي فقرة لها two main parts لها طبعا body of vertebra والorientation طبعا بتكون طبعا anteriorly دائما اللي هم نجو يعني من عند البطن من الداخل من الأبدوم للcavity وفي عندك كمان اللي هم منسميه vertebral arch وهذا قليات توجده ال vertebral arch الorientation طبعا بتكون posteriorly ال vertebral arch تتكون من seven processes فأي vertebra منلاحظ انها إلها body وإلها vertebral arch هلا ال vertebral arch والbody هدول التنتين بحيطوا بفرامي منسميها ال vertebral phoramen فصار عندي ال vertebral arch تتكون من seven processes في عندنا transfers processes هاي واحد في عندنا واحد على اليمين واحد على الشمال transverse processes في عندك كمان ال spinous process الارين تشتبعا بتكون حسب direct downward backward هاي التلاتة وفي عندك كمان اللي هم articular processes يعني كل فقرة تعمل articulation مع الفقرة اللي فوق اللي تحت عن طريق اللي هي البروست هدول بنسميهم articular processes بصار عندي اي vertebral لها two parts لها vertebral body ولها vertebral arch ال vertebral arch تتكون من سبعة processes اتنين transfers اتنين articular processes او articular processes وعندنا دور زال spine او spinal processes هدول السبعة اذا معناته ال vertebral arch مع البضي بحيطوا بفرامي بنسميها ال vertebral phoramen وهذا ال vertebral phoramen اللي بمر منها spinal cords بمر منها لسبة نكون هلأ كل vertebral اللي ها feature معين يعني لو طلعنا على اللي هي cervical دائما في features معينة في cervical vertebral انه transverse process بكون عليه فرامن منسميه transverse phoramen هاد الفرامن اللي هون شايفينها هاد ال transverse phoramen اللي بمر منها ال vertebral artery اللي ال artery اللي بدي يطلع ويعمل blood supply لل brain فهاد اللي بمر من اللي هي transverse process من ال vertebral الموجودة بالتransverse process هادولة بالنسبة اللي هم ال two main part لميين لأي vertebral هلأ ال articular processes هادول قبل شو حكينا بيعملوا articulation مع الفقرة اللي فوقها واللي تحتها هاد ال articulation بنسميها اللي هم synovial joint إذن هادول عبارة عن joint synovial joint هلأ وطلعنا على إذن هذا ال body هذا ال vertebral arch هلأ الجزء من البون اللي بكون جاي between ال body والtransverse process هادولة بنسميها ال pedicles الجزء من البون اللي بكون جاي بين ال transverse وال doors ال spine أو spine process هادولة بنسميها اللامنا إذن في عندي تنتين لمنا وتنتين بدicles طلعوا ال بدicles بكون عليهم notch يعني تجويد فالبدicles دائما أي vertebra بكون اللي عليهم بدicles فالبدicles بكون علي هذا inferior notch لهذه ال vertebra وهذه بكون عليها superior notch فهذا الاتحاد النotch الموجود على ال بدicles بعملوا عنا ال inter vertebral الفرامين هادي اللي هي اللي ممر منها ال spinal nerve اللي هو المixed spinal nerve زي ما أخدنا في ال introduction هو المixed spinal nerve بكون في sensory and motor fibers هذا اللي هو ال inter vertebral فصار عندي أي vertebra اللي ها two parts اللي ها body اللي ها transverse إذن processes اللي هما طبعا مع dorsal spine spinal process مع articular process إذن هاد أول joint في ال vertebra عرفنا اللي هما synovial joint اللي بتوين the articular processes هلا في عنا اللي هي l-atlantoo occipital joint إذن هذا اللي بيكون بين الفقرة الأولى وال occipital bone هذا synovial atlantoo axial joint برضو synovial joint هلا في عنا اللي بتوين l-articular processes برضو كمان synovial إذن معناته الجوينت الموجودة في ال vertebra بتكون مالها synovial ما عدميا اللي بيكون between body of vertebra إذن معناته الجوينت تبعين ال vertebra بيكونوا هم عبارة عن synovial بين الفقرة الأولى والثانية بين الفقرة الأولى وال occipital bone هدول بيكونوا synovial بين l-articular processes اللي بتعمل articulation between اللي هم two vertebra هدول برضو بنسميهم اللي هم synovial joint وفي عنا كمان اللي هي آخر joint اللي هو بيكون between body of vertebra هذا اللي بيسميه cartelagenous joint هذا بالنسبة للjoint اللي بتوين ال vertebra شو أنواع الجوينت اللي بين ال vertebra اللي هو طبعا بين البضل اللي بيكون cartelagenous بين ال article process بيكون synovial joint هلأ احنا هون اللي بهمني انا ما بدي أعرف الفيتشار تبعين السيرفايك ال vertebra ولا بدي أعرف الفيتشار تبعين اللمبر ال vertebra كيف بفيل طبعا في عنا عدة فيتشار بتميز ال vertebra اللمبر عن السيرفايك عن الثرسك لكن السيرفايك الميزة الأساسية اللي كانت تميزها عن اللي هي الثرسك vertebra إنه transverse process هون بيكون عليه فورام بيكون عليه فورام بمر من هال vertebral اللي هي artery هلأ بالنسبة لل الثرسك vertebra طبعا الثرسك vertebra عددهم 12 vertebra هدول منقسمهم typical vertebra و typical vertebra يعني إنه ال vertebra من 2 إلى 9 من 2 إلى 9 بيكونوا typical ال vertebra الأولى و 10 و 11 و 12 بيكونوا typical يعني typical معناته بيكون إليهم features معينة بتميزهم عن التانين فأنا بدي أطلع على لو أمسك أي vertebra من typical لو أعطيك ال vertebra 2 أو أعطيك vertebra 3 أو أعطيك vertebra 8 أو 9 من ثرسك معناته هدول بيكون نفس فباجي هم بيكون heart in shape البدي تبعهم بيكون heart in shape هلأ من أهم الموجودة على البدي أو ثرسك vertebra إنه البدي بيكون عليه superior demifacet و inferior demifacet إذا معناته هون superior demifacet inferior demifacet هدول مشان يعملوا articulation مع ال head of ribs إذا معناته ال head of ribs بتيجي بتعمل articulation مع اللي هي demifacet هلأ كمان شويح نشوف كل واحد مع إيش بيعمل articulation إذن أهم الفيتشر للتبيك إنه البدي بيكون عليه superior and inferior demifacet ال vertebral arch بتكوى من vertical and luminous في عنا هاي vertical and luminous زي ما شفناها ال vertebral foramen small and circular ال vertebral foramen بتكون small and circular التransverse process بيكون thick لكن التransverse process هون بيكون عليه complete فسب عشان يعمل articulation مع tubercle of corresponding ribs يعني الربس رقم 9 عليها tubercle معناته لتيوبركل طبع الربس رقم 9 بيعمل articulation مع transverse transverse process مع ال هي ال vertebral رقم 9 مع ال vertebral رقم 9 إذن صار عندي هون أنا هلأ عرفت إنه transverse process هذا طبع هذا ال vertebral transverse process بيكون thick يعني لو كانت هذه الرقم 8 معناته هذه tubercle تبع الربس رقم 8 بدي عمل articulation مع هذا transverse process إذن صار عندي دائما مع نفس الرقم يعني ربس رقم 7 مع ال transverse رقم 7 vertebral ربس رقم 8 ال tubercle أنا بقصد مع رقم 8 ربس رقم 9 ال ال tubercle برضو مع ال ال transfer رقم 9 هذا بالنسبة ال 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 اللي هي المين features تبعين ال typical ففي عندي ال body superior دي مفاست inferior دي مفاست transverse process عليه بيكون transverse process عليه طبعا اللي هو complete facet transverse بيكون عليه complete facet بعمل articulation مع tubercle of the corresponding groups وفي عندك كمان articular processes هدول ففي عندك superior articular اللي هي processes inferior هدول مشان يعملوا articulation مع ال وبلو طبعا هذه orientation superior اللي هي بيكون اتجاه them upward and backward وال inferior بيكون downward and forward downward and forward هذا بالنسبة لميا اللي هي typical vertebra هلا نجي ال atypical ال atypical ال atypical طبعا اللي هي الرقم واحد فقبل ما نروح على ال atypical ننطلع هون هادي ربس رقم 7 ربس رقم 7 إذا معناته tubercle ولها head هلا tubercle بيعمل articulation مع النفس transverse يعني ربس رقم 7 بتعمل articulation مع transverse process رقم 7 اللي هو complete فست عليها لكن ال head لازم يعمل مع ديمة فست فالما ناجي احط اللي هي ال vertebra 6 مع 7 فوقها 7 معناته هذا ال head بدي يعمل articulation مع اللي هي 7 6 يعني ال ribs ال head of كل ribs بدي اعمل articulation مع body of vertebra نفسها واللي فوقها واللي اقل مع corresponding with اللي هي واللي فوقها بقول هذي بالنسبة لميا ال head of ribs اذا اي ribs من هدول ال ribs معناته الها tubercle بعمل articulation مع ال vertebra نفسها لكن الها كمان ال head بعمل articulation مع اللي هي الديمة فست تبع ال vertebra نفسها والاقل منها رقم يعني ribs 7 مع 7 و 6 ribs 9 مع 9 و 8 هذي بالنسبة اللي هي ال head of ribs لكن tubercle مع نفس الرهية الرقم هذي اهم اشي مشان نعرف ميجي هون ال atypical لو طلعنا على ال atypical vertebra طبعا ال atypical vertebra معروفين في عنا الرقم 1 و 10 و 11 و 12 ال vertebra بكون عليه complete facet عشان يعمل articulation مع اللي هي الفير ستريب مع فير رقم 1 بكون عليه كمان inferior demi facet عشان يعمل articulation مع ربس الثانية لانه اذا inferior ميجي هون ال بكون عليه complete facet بكون رقم 10 اللي بضي فقط عليها complete facet شوفوا 11 و 12 اللي بميز 12 عن مثلا عن 10 انه transverse process ما عليه facet ليش لانه اصلا اللي هي ربس رقم 11 و 12 ما لهم tubercle ما لهم أي tubercle فعشان هيك دائما ربس رقم 11 و 12 ما لهم tubercle فقط head فالhead بيعمل articulation مع الفيرتبرا لكن اللي هي tubercle ما لهم tubercle عشان هيك ما بيكون عليهم اللي هم فسد هاد اللي هم ال 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 vertebra typical عن ال atypical vertebra نيجي اللي هي طبعا زي ما حكينا عن thoracic cage في عنا هاي اللي هم sternum أجزاء sternum manebrum body زي phodiprocess عن أنواع joint كل واحدة نيجي نتطلع عن اللي هو اللي هي و حكينا عن اللي هم ال vertebra thoracic كيف مميز typical عن ال atypical و general structure لكل واحد من ال vertebra نيجي نأخذ آخر إشي عن اللي هم ال ribs طبعا احنا نعرف انه there are 12 bare of ribs طبعا ال ribs كل هم attached posteriorly to the thoracic vertebra زي قبل شوية ما شفنا انه ال ribs كانت الى head وإلى تيو بشان تعمل articulation rib بتكون typical to بالبيت عشان هيك لما انا بدي اجي اعد ال ribs بعد هم من عند the sternal angle angle of loose هلأ في عنا طريقتين كيف نقسم ال ribs هلأ بالنسبة لل sternum نقسم هم الى true ribs اول سبعة ليش لأنه بعملوا articulation direct اللي مع sternum في coaster carter هلأ false ribs اللي هم تمانية وتسعة وعشرة هدولة كوستال carter تشتبع هم بعمل articulation مع كوستال carter تشتبع سبعة اللي مع sternum indirectly والثلاث اللي هم اللي ما بيعملوا اي articulation بيكونوا embedded in the muscle of the abdomen إذا صار عندي إذا بدي أقسم هدولة ribs إذا عددهم 12 بير لو بدي أقسمهم نسبة لل sternum معناته بدي يكونوا اللي هم اللي هي طبعا اللي نسبة لل sternum يكونوا true ribs أول سبعة لأنهم بيرتبطوا directly false ribs اللي هم coastal carter اللي هم 8 و10 بيرتبط مع coastal carter اللي تبع سبعة وبعدين اللي بيرتبط مع stertum وكمان في عندي 11 و12 اللي بيكونوا coastal carter اللي بيكون embedded in the abdomen هلواحد بسألني إنه 11 و12 اللي هم coastal carter نعم اللي هم coastal carter وبكون embedded in the muscle of the abdomen هلأ نسبة اللي هي لل vertebral columns حسب ال vertebral column مقسمهم إلى typical ribs و atypical ribs typical ribs من ثلاثة إلى تسعة يعني أي ribs ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هدول هم نفس feature and next structure لكن ال atypical اللي هم الأولى والتانية و10 و12 و12 وإحنا نعرف هسا قبل شوي حكينا إنه في شغلة معينة من تعتبر بإحدى مميزات 11 و12 إنه ما لهم tubercles عشان هيك إنه ال vertebral 11 و12 ما كان على أي فسد فهون أنا بدي أجي هلأ أشوف شو أهم ال features أو general features لا typical ribs وشو أهم ال features تبعين ال typical ribs تبعين ال typical ribs فهلأ اطلع على typical ribs هلأ نعرف إنه long أنا منواجه أشأر واحد each type of bone تبعين ال ribs ممكن واحد يحكي دي هاي long long bone لا إنه أصلا هي long لكن هي flat bone هي flat bone هي long لكن هي flat bone هي flat bone فهلأ فنأخذ اللي هي general features اللي هم typical ribs هلأ زي ما حكينا إنه أي ribs بتكون عبارة هي long هدول typical لكن هي flat bone عشان هي function تبعها protection هلأ هاي ريبس من هدول ال ribs بيكون بيكون لها أجزاء part لها heads لها neck لها tubercle لها shaft أو body ولها angle اللي هي الزاوية هاد الانجل هلأ نيجي نشوف اللي هي الهيد هلأ هدول ال ribs ما قسمناهم حسب الvertebral من 3 إلى 9 يعني أي ribs من 3 إلى 9 بيكون لهم نفس اللي هي restreffer الهيد بيكون عليها تو فسد عشان تعمل articulation with the corresponding vertebral body مع الvertebral اللي بتكون اللي هي فوقها يعني زي ما حقنا قبل شوي ribs رقم 10 تعمل articulation الهيد مع اللي هي vertebral رقم 10 ومع اللي فوق اللي 9 يعني زي هون ribs رقم 7 طلع هون هيدا الهيد الهيد عليها تو فسد تعمل articulation مع الدم فسد تبع الvertebral رقم 7 هند 6 مع نفسها واللي فوق هذا بالنسبة الهيد طبعا الهند اللي هو بكون constructed region لها كمان tubercle وهذا اللي هو البروز والتيوبركل دائما بعمل articulation مع الفسد الموجود على transverse process of the corresponding vertebral زي ما حكنا قبل شوي انه التيوبركل بعمل articulation مع ميا مع transverse نفس اللي هي الvertebral نفس الvertebral طبعا اللي هو لها body أو الشفت وهذا الbody بكون outer outer service وإلو inner service وهون بفرق عن first trip والsecond trip لأن first trip إلها superior service inferior service إلها outer border إلها inner border لأ هون إلهم outer service إلهم inner service إلها superior border إلها inferior border ونطلع على inner service أو inferior border بكون عليه groove منسميه coastal groove وهذا coastal groove اللي بمشو فيه inter coastal vein vein artery nerve يعني لما أنا بدي أجي أخذ شو هم arteries وال vein وال nerves الموجودة في thoracic wall نفسه باجي بحكي إنه في عند inter coastal vein vein وال artery وال nerve إحنا لما نأخذ المحاضرات القادمة ال inter coastal spaces هذي نجي نأخذ لنأخذ ال inter coastal spaces شو أنواع المصد الموجودة هون شو ال origin لكل واحد من هون من وين ل وين تمتد بالإضافة بهذا اللي groove بيمشوا ال inter coastal nerve وال artery وال vein من وين أجت هاي ال inter coastal artery من وين راحت من وين أجت هاي الن nerve اللي هم anterior rimae إحنا دائما ال vertebra في ال inter vertebra ال spinal nerve في thoracic spinal nerve وفي ال lumbar وإلى آخره فعند منطقة thorax اللي هم thoracic spinal nerve بعد ما تطلع من ال inter vertebral foramen تنقسم إلى anterior rima posterior rima فالposterior rima بدي عمل innervation لل skin والمصل اللي في back في منطقة thorax هون anterior rima بدي عمل innervation لل skin وال muscle اللي بال anterior and lateral يعني ال skin الموجود في منطقة thorax من anterior rima ال skin الموجود بال lateral برضو من anterior rima skin بالنسبة typical rima اللي هي طبعا هون ببين كيف انه بتعمل articulation بال anterior وهاي coastal كيف بعمل articulation مع اللي هو rima هلا نيجي هون هون ببين انه رقم خمسة معناته ال tubercle مع complete fasit تبع T مع T خمسة ال head 2 fasit مع اللي هي مع dm fasit تبع رقم خمسة and رقم 4 مع رقم 5 and رقم 4 هلا بالنسبة اللي هي الجوين of the head of ribs الجوين of the head ribs الفير strip اول ribs اول rib رقم واحد وال last 3 هذول بكونوا synovial plane joint من second ل 9 برضو بكون synovial إذن معناته ال head of ribs بتكون synovial joint الhead of ribs هذي بتكون synovial joint بتكون synovial joint لأن يجل ال tubercle of ribs برضو الarticulation بين tubercle of ribs والفاسط الموجود على transverse process of the vertebra هذا بكون synovial plane joint إذن معناته أنا صرت أعرى الجوين between the body of vertebra cartelagenous joint الهو cartilage الجوين between the head of ribs and the body of vertebra synovial plane joint الجوين between tubercle synovial plane joint الآن عندي coastal cartilage الجوين الجوين اللي زي ما كنت شو بترام قبله شوي بين coastal cartilage وال sternum الفيرست coastal cartilage كان primary cartelagenous جوين من second لل seven synovial plane joint كان synovial plane joint أما cartilage تبع 11-12 هذول بكونوا embedded في الأبد إذا ما بعملوا ارتكول شمع ميا مع اللي هو مع اللي هما طيب 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 شو اللي هي l-joint of ribs with the coastal cartilage l-joint of ribs with the coastal cartilage يعني هذا bezpie 2020 ال-generation اللي هما ال-joint of the ribs هلأ ن чтобы l-stream بك الربس. الفيرسترب من أهم الفيتشارز لها الفيرسترب إنها بتكون فلات وهي اللي هي الشورتست من الـ other ربس. وهذه الربس اللي هي طبعا اللي هي بتكون إلها سوبرير سيرفز. إلها انفيرير سيرفز. إلها outer border. إلها inner border. فمن أهم الفيتشار إلها طبعا head. إلها neck. النك بيكون إلها long. إذن إلها اللي هي طبعا بيكون عليها one facet. إذا معناته الفيرسترب من أهم فيتشار للفيرسترب إنه الهيد بيكون عليها complete. فست. ليش؟ قبل شوي شفنا إنه T1 عليها one complete. فست البدي عشان يعمل articulation مع الهيد أو the first strip. طبعا إلها tubercle. التيوبركل برضو بيعمل articulation مع اللي هم اللي ترانسفير البروسيس تبع الفيرتبرا نفسها. هذا اللي هي طبعا إذن إلها head. إلها neck. وإلها كمان اللي هو التيوبركل. هلأ. في إلها كمان. البدي زي ما حكينا. إله two services. إله border, outer border, inner border. إلها هذا الهيد. إذن هذا نيك. هاي ترابكل. إلها هاي inner border. إلها outer border. هذا الانتيريور end. هذا المستيريور end. إذا لو طلعنا هون إلها معناته. هذا الجزء الانتيريور. هذا الجزء الاستيريور. السيبرير سيربيس بيكون عليه اللي هم groove. بيكون عليه grooves. السيبرير سيربيس بيكون rough. بيكون عليه two grooves. الانتيريور groove. لسبيكليفين vein. البستيريور groove. لسبيكليفين artery. وبتوين التو grooves. في عنا عضلة. بتعمل insertion. اللي هم skeletal anterior muscle. إذن skeletal anterior muscle. بتعمل insertion بالسيبرير service. إذا معناته. هادي من أهم اللي هي features طبعات. السيبرير service of the first strip. إذن بيكون عليه اللي هي two grooves. الانتيريور groove. للسبكليفين نقذين. البستيريور groove. للسبكليفين arc. لأنه هذا الانتيريور end. إذن هذا الانتيريور groove. هذا البستيريور end. هذا البستيريور groove. هادي من أهم الفيتشر للfirst strip. السيبر برضو بتكون فلات. لكن من ناحية اللي هي السايز بتكون اللي هي الحجم تبعها أكبر من اللي هي الفيرست ريب. أكبر من الفيرست ريب. هادي بالنسبة ل السكند ريب. وفي عناك كمان 11 و 12 ريب زي ما انتوا شايفين. اللي هم 11 و 12. اللي هي nonic and no. ما إلها نيك وما إلها tubercle. عشان هيك دائما البير تبرو 11 و 12. شو كان عليهم. ما إلها transfer process ما كان عليه. فست عشان لأنه 11 و 12 ريبس ما عليهم. اتيوبر. آخر شي عن اللي هم بالنسبة لها اللي هم زي ما حكينا اللي هم الكوستال كارتج. هي عبارة عن هايلاين. كارتج. وزي ما شفنا إنه الكوستال كارتج. هادي الكوستال كارتج. اللي بتربط. اللي هم طبعا اللي هم الريبس مع سواء كانت بتربط الريبس أو هون اللي هم 8-9 و 10. 11 و 12. اللي بكونوا الكوستال كارتج. طبعا بكون embedded in the abdomen. وعرفنا إنه هون نوع الجوينت اللي يكون جاي between ribs and الكوستال كارت. اللي بتوين الريبس and الكوستال كارت زي ما حكينا primary cartelogenous joint. primary cartelogenous joint. الجوينت بتوين اللي هي الفيرست كوستال كارت لجماع المانيبرام. هذا كان primary cartelogenous. من السكن للسيفن كانوا اللي هي synovial plane joint. وبرضو الأخار هدول بكونوا عبارة عن small synovial plane joint. و11 و12 ما اللي هم joint. ليش؟ لأنه وصلا embedded in the abdomen. هادي بالنسبة لها اللي هي طبعا general features أو general structures لكل part من أجزاء thoracic cage. لكل part من أجزاء thoracic cage. وبيعند طبعا ضل اللي هو طبعا اللي هي طبعا هادي thoracic cage زي ما حكينا ال space اللي بداخلها مسميها thoracic cavity طبعا إلها inlet وإلها outlet هادي thoracic cage فإلها inlet أو superior thoracic opening إلها outlet inferior thoracic opening أو aperture. هلأ شو boundaries وشو structures اللي بتمر منا. طب لو طلعنا على boundaries لكل واحد من هاد أقول الآن superior thoracic inlet اللي ها anteriorly طلع هون supra sternal log أو manibrium إذن anteriorly manibrium of the sternum laterally اللي هم fair strip laterally posteriorly طبعا اللي هو body of T1 هلأ هادي الإ inlet اللي هاو superior thoracic aperture أو اللي هي inlet inlet يعني ما دخل هلأ نيجي طبعا شو اللي structure بتمر منها طبعا لتراكيا لأيزوفيغاس نير فيزلز كمان بعنا هون لما النوقت لدينا اللنغ والبلورا الأبكس of lung بيكون واصل لهون بيكون طبعا الأبكس of lung بيكون مغطى بممبرين هون بنسميها supra plural منبرين بتغطي الأبكس of lung عشان تعمل protection للنغ هذي من اسمي للي هي superior thoracic aperture أو opening هذول bounders تبعينها شو اللي بيحدها وطبعا ايش structure بتمر من داخل واما inferior thoracic opening أو thoracic outlet هذي طبعا اللي هم it is bounded posteriorly by t12 اللي هي 12 هلأ طبعا posteriorly 11 12 ريبس والإنت طبعا 11 ريبس هلأ anteriorly برضو كمان بيكون في عنا من 7 ل 10 ريبس وفي عنا طبعا anteriorly هو الزي في external joint أو xiphoid process إذن معناته إذن هذولا كلياتهم الcoastal cartridge تبعين اللي هم 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 اللي هم طبعا اللي هي جزء من 11 و 12 وفي عنا كمان t12 و xiphoid process إذن هذول كلهم عملوا الباوندرز لهذا الجزء اللي هو inferior thoracic opening أو thoracic outlet هلأ إيش بتمرر هذه طبعا هون بكون عنا الديافرام اللي هي عضرة الحجاب الحاجز هذه اللي بتفصل بين thorax والأبدومن معناته الإيزوفيغاس هيكمل تحت عشان يوصل لمنطقة الأبدومن في عنا large risers زي الأورتة اللي هي النيرز كمان يعني أي structure بتعمل تخترق الديافرام بدأ اللي بتتمر من منطقة thoracic الأبدومن هذي طبعا بتمر من خلال هذي الأبني هذي بالنسبة اللي هي طبعا مكونات thoracic cage أو thoracic wall من إيش بتكون شو البونز اللي بتكونوا طبعا اللي هي هاد statham coastal cartilage red 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 zebra هذول اللي هون طبعا اللي هي بالنسبة اللي هي طبعا اللي هو أجزائها هلأ هون احنا عرفنا طبعا layer زينا من بره skin superficial fascia وفي عنا طبعا مصل بتكون حوالينا thoracic cage من بره وعرفنا طبعا general features طبعات البونز هذول هلأ ضل ناخد اللي هي المحاضرة القادمة إن شاء الله اللي هم intercoastal spaces والمصل اللي هون فعندما ناخد intercoastal space هذي واشوف شو هم المصل وكيف هذي المصل اللي بتمتد باجي بحكي لك والله بدي أدخل نيدل هون بايش بمر بأي طبقات تيجي بتحكيني بأي أجزاء من intercoastal المصل ليش لأنهم أصلا ثلاثة وربعة بيكونوا والمصل الموجودة والنيرز الموجودة في منطقات اللي هي l'intercoastal هذي هذي بالنسبة لكل الثورس الكيج وطبعا السباس اللي موجود في داخيل ها سمناها الثورس الكافتي كوه مكوس وبلوران اللي هي الكافتي اللي بتحتوي على اللي هي اللي هي بالم hice اللي بم суري البل من الكافتي اللي بتحتوي على اللي هم التولانج اللي بتحتوي علىها اللي هي التولانكس